بسم الله الرحمن الرحيم واسعد الله اوقاتكم بكل خير صباح السعادة صباح التفاؤل صباح كل حاجة حلوة في السنة الجديدة ان شاء الله وحظ حلو اننا النهاردة الحلقة بتاعتي اخر ايام السنة 2020 2020 مرت علينا صعبة لكن ما نقدرش ننكر ان كان فيها ستر من ربنا كتير ولطف من ربنا كتير وكان فيها حاجات علمتنا حاجات كتير قوي وغيرت مفاهيم عندنا كتير قوي صحيح مرت على بعض الناس باحداث صعبة واحداث فقد لكن في الاول في الاخ نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يمن علينا في السنة الجديدة بكل السعادة ان شاء الله 2021 سنة هتبدأ بعد ساعات قليلة وعلشان نقدر نحدد احنا عايزين ايه في حياتنا كل سنة بنحطه مخطط علشان نشتغل عليه فيه مننا اللي بيكمل وفيه مننا اللي بيقدرش وفيه مننا اللي بيعمل خطوتين وبعد كده ايه يقس ويقول لأ انا مش مكمل ويسيب الدنيا تمشي زي ما هي التخطيط مهم جدا وزي ما قلت هو الصعوبة ان احنا نقدر نكمل اللي احنا بدأنا فيه وعشان كده فيه حاجات مهمة لازم نعملها في بداية كل سنة عشان نقدر نخطط للحاجة اللي احنا عايزينها صح في اول الحلقة احب اقولكم ان انا هستنى مكلمتكم عشان نتكلم مع بعض على الايجابيات اللي حصلت في 2020 وان شاء الله يا رب التخطيط بتاعنا هيكون ايه في 2021 هستنى مكلمتكم ان شاء الله خلينا نبدأ بموضوع التخطيط علشان اخطط فيه اربع حاجات مهمة هسأل نفسي فيها اولها ايه اللي انا عايزه في حياتي انا ربنا سبحانه وتعالى خلقني ليه كل واحد فينا مخلوق عشان هدف مخلوق عشان يعمل حاجة في حياته الهدف ده هو اللي ممكن ما يعرفوش في الاول ممكن يبقى ماشي حياته هو مش عارف ماشي في انه اتجاه بس مع الوقت ومع التكرار الاحداث اللي بتمر عليه ومع خبرتك في الحياة بنقدر نعرف احنا هدفنا او شغفنا في الحياة ايه طيب نستقبل اول مكلمة اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازاي حضرتكم اللي عملتوا بقالتوا خير يا رب وسهلا تعيد علينا وعلينا وعن امه الاسلامية كلنا يا رب وعلى حضرتك يا رب اهلا وسهلا بحضرتك اخبار عشرين عشرين كانت معاك ايه? والله اولا انا هحب ابي اعجازي بحضرتك واعجازي بالجرنانك وانا حاسة ان حضرتك والله يعني واحدة مننا كده واحدة تتسلمي واحدة كأن واحدة في بيتنا واحدة اختنا ده شرف ليا ده شرف ليا حضرتك ده شرف ليا انا بتتكلم بالسفة والله دي حقيقة ربنا يا خليجي برسيت والله اولا اه اجلين اجلين يعني انا مش عايزة اقولي انها سنة وشة وانا اقولي ان كل ده من عند الله الحمد لله سنة حينة مستر من عند ربنا سنة وسهل تبقى من عند ربنا الحمد لله بس يقول يا نعم ربنا علينا لا تفصى ولا تعلم دي حقيقة اللهم نفس عمد والشكر يا رب احنا كل يوم في نعمة اليوم اللي جو عادة عن بني ادم بسفة وسعادة وسابس دي نعمة دي حقيقة دي سيقدر سمنها ولا هيقدرها اللي كانا محروم منها صح دي حقيقة طب اي اكتر حاجة ايه اكتر حاجة حضرتك عانيتي منها مسلا في 2020 مثلا والله يموت ناس كتير اوي كانوا عجازة على قلبي انا فقدتهم وكانوا من ناس يعني ناس عزيزة على قلبي اوي 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 يعني الموت ده هو الموت علينا احنا كل الوقت دي بحقيقة لو وكل نحن فيه ده وإيه ما لا يعلمه إلا الله وإيه ربنا بيس كده حكمة طبعا بش إحنا نعرفها أو إيه سنعرفها متأخر طيب تتمني إيه في 2021 يعني إيه لحضرتك بتتمني أنه يخلص في 2020 ويتبدل في 2021 إن شاء الله وإيه فعالنا البلاء والغلاء والباباء وإيه فعالنا القرب اللي أسنا فيه وكلنا يا ربي يكون ثم سعيدة علينا جميعا يا رب اللهم أمين متشكرة جدا أنا سعيدة بمكلمتك وأنا فعلا فعلا بعتبر نفسي واحدة منكم وبحاول بقدر الإمكان إن أنا أقدم الحاجة اللي تخص الناس البساطة إحنا كلنا طيب نرجع لموضوع التخطيط الثاني وزي ما سألت نفسي أنا عايش ليه وعرفت أنا عايز أحدد إيه في حياتي بعمل أربع خطوات الخطوة الأولى إن أنا أحدد شيء واحد زي ما اتفقنا إن أنا ساعت بحط بلان إن أنا عايز أعمل كذا وكذا 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 بس هنعكس الآية وهنقول أنا مش هحط خطة صعبة مش هحط بنوت كتير علشان ما يقسش وعشان ما حسش إن الدنيا صعبة بالنسبة لي أنا هحط حاجة واحدة والحاجة الواحدة دي يا إما أتعلمها يا إما أغيرها لو فرض مثلا إن أنا فيها عادة سيئة مثلا لو فيها حاجة مش 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 مزبطة فيها لو فيها لو فيه طبع فيها عايز أبطله بحاول إن أنا أشتغل على الحاجة الواحدة دي يعني أنا بحط الخطة بتاعتي على حاجة واحدة إما أكتسب حاجة جديدة يا إما أتخلى عن عادة سيئة لي طيب الخطوة الثانية هي خطوة الميت خطوة بمعنى إيه؟ بمعنى بعد ما أنا حددت الحاجة اللي أنا عايزاها دي بحاول إن أنا أجرب أجرب مرة واثنين وثلاثة ميت مرة لو لقيت نفسي أنا مكمل في الحاجة دي ومكمل إن أنا عندي إصرار إن أنا أكمل وإن أنا أتخلى عن الحاجة السيئة أو إن أنا أكتسب الحاجة جديدة وأفشل وانجح وأفشل وانجح لو لقيت نفسي مستمر على نفس الموضوع ده يبقى هو ده الحاجة اللي أنا فعلا عايز أعملها هو ده الحاجة اللي أنا لقيت نفسي فيها خلصنا الخطوة الأولى وخلصنا الخطوة الثانية نيجي للخطوة الثالثة اللي هي الحاجة إن أنا أعمل update لنفسي أعمل أبدت لنفسي إن أنا دلوقتي خلاص أنا جربت نفسي وشفت إذا كانت الحاجة دي أنا لقيت نفسي فيها ولقيت نفسي إن أنا أحابب إن أنا أعملها هحاول أغير نفسي أطور نفسي أرائب نفسي أشوف أنا بعمل الحاجة دي إزاي وإيه الخطوات اللي أنا عايز أعملها عشان أوصل للتحقيق الحاجة اللي أنا عايزها وأطلع طبعا أقرأ في النت أشوف خبرات الناس التانية أشوف الناس اللي قبل يفكروا في الحاجة إزاي اوسع من مدارتي اوسع من معلوماتي اوسع من كل حاجة تقودني للهدف بتاعي ما انا خلاص حددت الهدف بتاعي فانا عايز اوصله فباخد الطرق اللي انا اوصل للهدف بتاعي فيه لو لقيت نفسي ان انا في خلال كذا مرة دول اللي انا بشتغل فيها على نفسي يقست ومش عايزة اكمبل بقف وبعيد حساباتي مرة تانية معانا تليفون اهلا وسهلا اهلا اهلا يا ملك اهلا ازايك يا ملك اعمل ايه اعمل الحمد لله قائزة انتي عند كم سنة انا عندي خمستاشر سنة اوكي قوليلي يا ملك ايه اكتر حاجة حلوة عدت عليك في عشرين عشرين هو عشرين كالسنة طابع علينا كلنا بس احنا انا سنة عشرين عشرين علمتني الصبر وعلمتني ان فعلا يعني ايه معنى الحياة وقد ايه ان الحياة حلوة قوي والمفروض ان احنا نتبسط فيها ونستمتع بيها عشان ممكن في اي لحظة الحياة كلها تقفل زي ما حصل في الحضر وكده والله انا سعيدة يا ملك ان انت في سندك ده وعرفتي معنى الصبر وان الحياة حلو تفضل يا ملك تملي بس فهو سنة عشرين عشرين كالصابة علينا ومرنا بأيام صابقة بس ان شاء الله عشرين وعشرين تبقى احسن ان شاء الله ايه اكتر حاجة افتقدتها في عشرين عشرين؟ انا افتقدت طبعا صحابي وعيزتي يعني كان في فترة كده ما كناش بنشوف بعض وحشتني اني امزل من البيت ما بقاش خايفة ما لبتش الكمامة اه ما كنش خايفة يعني ايه اللي ممكن يحصل هيجيلي كورونا ومش هتجيلي وكده يعني طيب لو قلنا عشرين واحد وعشرين انت مخططة لها الايه؟ انا انا عايزة اني اعمل كل حاجة انا ما عرفتش اعملها في سنة عشرين عشرين اه كانت فيه طبعا حاجات كنتنا مخططاها مع صحابي في حياتي انا بس بسبب الكورونا فمعرفتش اعملها قوي فان شاء الله في سنة عشرين واحد وعشرين كلنا نحقق اللي كلنا كان نفسنا فيه ان شاء الله يا ملك تحقق اللي انت عايزة انا ملك بس عايزة اسألك سؤال انا محيرني انا شوية انتو في جيلكو عندكو السيكرت سانتا ممكن تشرحيلي السيكرت سانتا ده عبارة عن ايه؟ اه السيكرت سانتا ده سواء مجموعة من الاصحاب او ممكن في العيلة يعني احنا كلنا مثلا لو احنا احنا الصحاب اللي هنلعبها بنقطع ورق وبنكتب اثاني الناس وكل واحدة فينا تاخد ورقة واللي يطلع لها الاسم ده هي بتجيب هدية للشخص ده اللي احنا بنحدز يوم ومثلا انا طلع لي في الورقة دي اه الشخص ده فدعنا هجيب له هدية وطبعا الهدية دي مش مجرد ان هي بس عشان كريسنس او كده لا هو يعني عشان السنة الجديدة ومع بعض بتأصحاب كأصحاب مع بعض سنة سعيدة عليك يا ملك ان شاء الله وتحققي كل اللي انت عايزها باذن الله مرسي يا ملك على اتصالك نرجع تاني نقول احنا خلصنا ان احنا حددنا الشيء الواحد اللي احنا عايزين نتعلمه حددنا قاعدة المية ان احنا نفضل نعيد ونجرب ونعيد ونجرب وحددنا ان احنا نعمل update لنفسنا علشان نقدر نواكب او نقدر نعرف احنا الحاجة اللي احنا مخططين لها هنمشي لها ازاي اخر حاجة في التخطيط ودي حاجة من نقطة مهمة جدا جدا ان انت تبقى واقعي في تحديد هدفك بمعنى ايه معنى مثلا انا عايز اخس 40 كيلو 40 كيلو في خلال مثلا شهر ده هدف مش واقعي هتيقس لما تلاقي نفسك انت بتحاول تعمل كذا مرة كذا مرة وما حققتش النتيجة اللي انت بحطتها لنفسك هتيقس انا عايز اسيب الشغلانة دي وعايز اشتغل في شركة اكبر واوسع ومرتب اعلى لما تلاقي ان الحاجة دي ما حصلتش هيحصل عندك احباط فدايما نخلي حياتنا وقعية فيها شوية من الواقعية هنرجع نتكلم عن الكمل على الواقعية بس نستقبل تليفون اهلا وسهلا استاذ صابرين سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك ازاي حضرتك اهلا وسهلا كل سنة وحضرتك طيبة وانتي طيبة يا رب سنة سعيدة عليك ان شاء الله وعلى الجميع يا رب وسنة خير على الجميع يا رب باذن الله يا رب ان شاء الله استاذ صابرين انا عايز اعرف منك سنة 2020 مرت عليك ازاي اول حاجة سنة ستر وخير من عند ربنا بس انا حاجة بس اعرف حاجة ان انا كنت مريضة كورونا وربنا الحمد لله شفاني وعخاني قلب سلام عليك ربنا خليك الحمد لله الحمد لله تترم عند ربنا مش اقول سنة صعبة بالعكس اقول سنة مرت بخير وربنا تنبن كل حاجة على خير الحمد لله واي حد بيصور على اي موطل بيبقى صعب بدقيني مهما كان صعب بيعزي بس لما بنستعين بربنا ولما يكون حد بيدعمنا حوالينا ونعمة بالله دور الاهل طبعا 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 وربنا يخليلي اكبر دي عنديا في حياتي جدي وولادي ربنا يباركلك فيه ربنا يباركلك فيه طب استاذ صابرين انا عايز اعرف حاجة بس تمنياتك لعشرين واحد وعشرين ان شاء الله ان شاء الله هتبقى سنة خيرة على الجميع بإذن الله بفضل ربنا يا رب وان شاء الله هنصبر على كل حاجة وحدة وان شاء الله ربنا هيبدل احوالنا كل حاجة خير بإذن الله حطى ليها خطة او نقطة عايزة توصل لها او عايزة تحقق ايها في عشرين واحد وعشرين اه طبعا طبعا على فكرة اللي ما بيحطش خطة في حياته او انه يعمل حاجة بفضل ربنا وتحاول يفعل ذي بغطان جدا جدا يبقى ببايع عمره بصي هو طبعا ده شيء جميل جدا انا بتمنى يعني انا يمكن الحلقة دي معمولة مخصوص عشان نقدر نحط خطة وزي ما قلت في اخر نقطة الخطة تكون واقعية اشكرك جدا يا استاذ صابرين والف سلام عليك وربنا ينعم عليك بالصحة والسعادة ان شاء الله وتكون سنة جميل عليك بإذن الله زي ما استاذ صابرين قالت ان هي حطى خطة وزي ما انا كنا وقفنا قبل مكلمة استاذ صابرين لازم تكون في كل شيء اي حاجة هتتوقع فيها حاجة مش منطقية هيحصل عكس ما تتوقع زي ما هتكلمنا في حلقات كتير قبل كده الحلقات اللي فاتت كلها على مشكلة جيوازة على مشكلة الطلاق على كل المشاكل اللي بتمروا بينا في حياتنا مشكلتنا في الحياة ان احنا توقعاتنا بتبقى اكبر من الحدود الطبيعية او اكبر من حدود الامكانيات المتاحة لنا عشان كده دايما انا عشان ما توصلش المرحلة ان انت تلاقي نفسك فيها تكعبالت خطتك في حياتك توقعك من الشخص اللي قدامك توقعك من اي حدث قدامك يبقى هو التوقع الطبيعي اللي في حدود امكانياتك استكملا لموضوع الخطة بعد ما انت حطيت هدف واقعي وسعيت ليه هتلاقي ان الدنيا اتزبطت عندك هتبدأ تسعى ان انت تشتغل على خطتك دي هنحط لها وقت هنحط وقت كل مثلا فترة معينة هنرائب انجازنا عملنا ايه هنرجع تاني نكمل الحلقة دي طبعا ليكم ومعانا استاذ محمد اهلا وسهلا استاذ محمد اهلا وسهلا سواء خير ازايك محمد اعمل ايه الحمد لله ازاي الحلقة تاعت المعارضة جميلة جدا نجاح لنجاح يا رب ان شاء الله استاذ محمد بس انا عايز اعبر عن انتناني ليك لان انت صديق البرنامج الدقوب اللي بيحافظ على حضور الحلقات فاشكرك جدا على متابعتك للبرنامج ده شرف لي يا الله يا رب انا يخليك لان البرنامج فعلا بالمحكمة بتاعها محترم والواحد يستاهل ان هو يستمام الاسبوع الاسبوع مرسي يا سيد محمد سيد محمد عشرين عشرين هل كان فيها اثر في حياتك فرقت عن اي سنة طبعا كان فيها اثر كبير بس سنة التحرق باتكلم في نقطة ان سنة عشرين عشرين دي ناس كتيرة بتقول ان هي اسوأ سنة مرت عليها وناس تانية بتقول انها من اثر على اثنين حياتها على فكرة عايز اقولك ان الناس دي ممكن تكون المواقف اللي حصلت ليهم قريبا من بعضيهم بس الاختلاف بين الشخص ده والشخص ده هو الرضا وحسن الظن بالله صح ورؤية اتكلم حدث انا عندي ظن عبدي دي فليظن بيه ما يشاء اللي هو لو احنا بنظن ان ربنا كريم فعلا بيكون معنا كريم لو بنظن ربنا رحيم فعلا بيكون معنا رحيم فطبعا انا عن نفسي كمحمد جالي يعني حاجات كتيرة وربنا رزقني بابتلاءات كتيرة بس ربنا بيقول اللي بيرضى بقضائي بديله قدري انا فاصبر كما صبر اقول العزم اكبر دليل على ده يا سيد عميمة ان سيدنا يوسف شوفي اخواته عملوا في ايه وحصل مع ايه في السجل بس في الاخر بقى هو عزيز مصر ربنا اما بيدينا ابتلاء في الاخر يعني بيكرمنا ده وعايز اقولك قصة على عشرين عشرين دي حصلت وكان العالم كله بتتكلم عن الحدث ده بس احنا ما خدناش بالنا منه ان هو البطل رامي سبيعي البيج رامي اللي لسه كذبان مستر اولمبيا من فترة قليلة مظبوط عايز اقولك ان البيج رامي قبل البطولة بشهر عشرة وصيب ده فيروس كورونا دي حياة فده استبعدوا اسمه من البطولة وخسروا رأي رسمي بتاعه ده حياة لكن اسراروا على البطولة وبعد ما خلص علاج الكورونا جالوا دعوة من لجنة المنظمة فرجع تاني البطولة وماشاء الله كسب البطولة بقى اول مصري يكسب البطولة دي من منذ نشأتها لهاية طيب فاللي احنا اتفضل تام فقصدي اللي نستفيده من القصة ان واحد كان هقولي ان سنة عشرين عشرين اسوأ سنة عليا وان انا اخسرت فيها كل حاجة لكن مع قضاء ربنا وان هو وردي دي وعافر تاني ما شاء الله نجح فبقت بتحولت من اشوأ سنة لا احسن سنة في مصر طيب انت على المستوى الشخصي حصل معاك ايه انا طبعا يعني عايز اقولك ان انا كنت متجوز في 2019 وكانت زوجتي حملة في 2020 وعايز اقولك ان كانت تسع شهور بتول 2020 كانوا من اطعب التسع شهور علي في حياتي لان كان ربنا رزقني انا وزوجتي بكل الابتلاقات اللي ممكن تحصل لوحدة في الحمل فكنت فعلا ان يعني حد شهر تمانية عشرين من عشرين عشرين كنت احسن ان دي اسوأ كانت في حياتي ان هو والله كنت وصلت المرحلة ان هو انا قريتني ما اتجوزت ايه كل اللي بيحصل بيا ده بس عايز اقولك ان ايه تحضن كلها بتلقات من عند ربنا سبحانه وتعالي ابتلقات بس سبحان الله اما تلاقي بقى ان في الاخر ربنا كرمي وان ربنا رزقني بأحلى حاجة في الدنيا ان الابتلقات دي كلها بيجي من وراها خير ان الصعب بيجي من وراها سهل فربنا ما بيرزقناش بحاجة او بقضاء او باستلاء غيرا ما يكون في الاخر بيكرمنا بأحسن كرم الحمد لله والله فان شاء الله تبقى عشرين وواحد وعشرين جميلة وحلوة وتبقى احسن كمان من عشرين وعشرين بس المهم ان احنا نرضى بقضاء ربنا يكون عندنا حسن ظن بربنا ساعتها صدقيني هتبقى كل السنين احلى من بعضيها مش عشرين وعشرين بس ولا واحد وعشرين ان شاء الله دي حقيقة دي حقيقة البرنامج وربنا يبعد عنك وعن الجميع يا رب اي ابتلاء ان شاء الله هو استاذ محمد قال كلمة جميلة قوي قوي هي الرضا الرضا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختره لنا الناس كتير كانت شايفة عشرين وعشرين فيها كم من الابتلاءات وان ده غضب من ربنا سبحانه وتعالى وان ده كذا وان السنة سيئة بس هو ابتلاء الابتلاء ده ممكن يمر علينا باي صورة تانية مش شرط صورة المرض ممكن صورة فقد ممكن صورة فشل ممكن صورة عدم توفيق عمتا في الحياة بس هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيهبوا الرضا بيخفف عنه حاجات كتير قوي قوي ليه لان بيبقى نفسه هادية بيبقى راضي بقداء ربنا سبحانه وتعالى وبيبقى مستبشر خير وزي ما استاذ محمد قال ربنا سبحانه وتعالى أنا عندي حسن ظن عبدي به هي بس الحياة المشكلة ان الدنيا ساعات بتبقى نظرتنا للحياة صغيرة قوي وبنشوف من منظر صغيرة لكن عن خبرة وعن تجارب كتيرة برت مع البني آدم لما تعد السنين بتكتشف ان اللي انت كنت كارهه زمان ربنا سبحانه وتعالى حط فيه خير وان اللي انت كنت رفضه ربنا سبحانه وتعالى عمله مخصوص عشان يبعد عنك مكروه عشان نختصر الحاجات اللي احنا قلناها في موضوع التخطيط للسنة الجديدة هنختصره في أربع حاجات حدد الحاجة اللي انت بتحبها اشتغل عليها واشتغل عليها مئة مرة ومتى يقسش ابدا ولو يقس يبقى مش هيا دي الحاجة اللي انت عايزة استسلم وغير لحاجة تانية يكون فيها الخير خليك وقعي خليك وقعي في اختياراتك خليك عندك دايما افديت لأي حاجة تحصل لك علشان تقدر تواكب الدنيا معنا تريفون السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ابتسام اهلا يا ابتسام ازايك؟ الله يسلامك ازاي حضرتك عاملة ايه؟ تمام الحمد لله انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله احكيلي يا ابتسام عشرين عشرين عدت عليك ازاي؟ بصراحة هي كانت سنة يعني ما نكرش ان هي كانت سنة سيئة وكلنا يعني طبعا قلنا الكلام ده بس يعني هي على قد ما كانت فيها حاجات واشة وكده بس يعني نقول دايما الحمد لله الحمد لله ودايما برضو كان فيها حاجات كويسة كثيرة بس يعني هو ده استلاء من ربنا واحنا يعني بنشكر ربنا يعني على ان دي حاجة برضو احنا ناخد garage يعني لازم نهازم بالحاجات الاحترازية صح ايه إيه انغريارتو عشرين عشرين في عداتك اليومية؟ اللي غيرتو في عشرين عشرين؟ اه يعني ايه عداتك اليومية مثلا عشرين عشرين مرت علينا في احداث الكورونا متعدات كثير تغيرت عداتها اليومية ايه اللي غيرتو فيكي؟ بصراحة انا يعني انا اتغيرت جامد جدا يعني انا كان نفسي السنة 2020 اعمل حاجات جميلة جدا جدا بس يعني عشان قعدت اللي بيت وكده ما كنتش عادة ان انا اعمل اي حاجة من ده بس يعني 21 و 21 ان شاء الله كل حاجة اعملات تاني ان شاء الله يا ابتسم باذن الله 2021 تبقى سنة سعيدة عليك وتقدر يتحقق كل اللي انت عايزة باذن الله اولانا موسوطة جدا بمكلمتكم يا رب يا رب ان شاء الله 2021 تبقى سنة سعيدة عليكم ان شاء الله اتكلمنا عن الخطة بتاعتنا وتكلمنا ان احنا بنحط اهداف في حياتنا اهداف واقعية عشان نقدر نكملها وعشان خاطر ما يصبناش اليأس ولا يصبنا الاحباط اتكلمنا عن الرضا وتكلمنا عن ان الانسان مهما عمل مش هياخد غير اللي ربنا سبحانه وتعالى كذبه وان الحدث عشان يخف عليك لما ترضى به وتسلم امرك لله مع اخذ كل الاسباب الموضوع بيبقى بسيط عليك والحياة بتبقى اسهل على المستوى الشخصي عشرين عدت علي فيها حاجات حلوة اوي 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 انا استمتعت بالقعدة بتاعت البيت استمتعت بلمة ولادي حواليا افتقدت الاهل افتقدت السفر افتقدت الحياة الطبيعية زي ما ملك قالت الخروج والنزول والفسح والاصدقاء بس القعدة كانت بالنسبة لي جميلة الصراحة مش عارفة ده رأييه استاذة اسراء ولا لا استاذة اسراء اهلا وصح لنا اهلا بحضرتك ازاي حضرتك عملا ايه عملا ايه الحمدلله كويش الاول كل سنة وانتي طيبة حضرتك طيبة مرسي ربنا يخليكي وليليا اسراء قعدت البيت في عشرين عشرين كانت ايه بنسبالك على قدم هي كانت وحشة على قدم هو الحمدلله طبعا ان ربنا بيصافي بالقزدات لان انا يعني ربنا زي ما قاعد الناس كلها قاعدني انا كمان بسبب لان انا حمل ما شاء الله فقدت عشرين عشرين كلها وانا قاعدة في البيت بس الحمدلله طبعا هو على قدمة كان خبر حلو خبر حملي على قدمة ان انا كنت في حملي ان الناس اللي جالها كورونا وان انا تعبت وان انا كان حملي صعب شوية بس يعني لو كان ربنا مهونها علي برضو ان انا قاعدة في البيت مش لمجرد تعب لمجرد ان الدنيا كلها قفلة وان انا مفيش خروج مفيش صفر كأنها روحة اكبارية يعني كأنها روحة اكبارية بالضبط فخدتها من الجانب ده عشان قادر ان انا يعني اهون على نفسي وان انا مكونش ان انا بس شايفة ان عشرين عشرين صود علي وان ايه اللي انا عملتوا في نفسي ده او ان انا مكتئبة او كده فخدتها من ده بان ربنا اداني واحد اكبارية وده يخفف عليك متهيق لي بالضبط هون علي وخفف عليك تيدي اداني الحمد لله وطبعا ان انا بعد يعني كل ان انا كان عندي انزاف بالاجهاض طول التسع شهور ان انا الحمد لله في الاخر ربنا بقى وصل لابني بالسلامة يعني الحمد لله وانه عشرين عشرين الف مبروك الله يبقى اتفر حضرت المنسيلي عموما تضل تضل الو طيب ايوة ايوة conversation 20 الواحد وعشرين يا اسراء بتتمنى ايه آآ بطير بالله ان الغذي يوفي لنا البلاء دا ؟ ولنا نكون كلنا مبسوطين والدنيا تصغل كويسة تاني وفتح ونسي كلها يبقى عندها ايمان الي هيجي لها ان هي بس تتكاوم المنطق Human Tre حتى لو جالها لان المقاومة دي اهمdate أنا كنت أقوم طول التسع شهور سواء لما جاء الكرورة أو سواء لما كان عندي إدارة الإجهار أو كل حاجة لأنه كان عندي يقين في ببنا أنه إن شاء الله أنه أنا أبقى كويسة وأنه لو استسلمت للمرض وللغاء ده الواحد هيرقض فعلاً وهيمرض هيرقض فوق مرض ومرض صحة الحمد لله على سلامتك يا إسراء وإنتي قلت حاجة مهمة جداً جداً ألف شكر للإتصالك يا إسراء أنت قلت حاجة مهمة موضوع الحالة النفسية الحالة النفسية يا جماعة بتفرق أوي 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 عموماً اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بموضوع الكورونا ربنا يعفو عنهم إن شاء الله بإذن الله والسنة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله تبقى أفضل بالنسبة لهم بس أنا بحب أقول لهم إن الحالة النفسية مهمة جداً جداً في مقاومة أي مرض مش موضوع الكورونا بس أحب أختم معاكم الحلقة النهاردة أول حاجة أنا بشكر جميع الطقم بتاع البرنامج سواء الإعداد الإخراج التصوير بشكرهم وبتمنى لهم طبعاً سنة سعيدة عليهم يا رب إن شاء الله وسنة سعيدة عليكم كلكم بإذن الله وتشوفوا أيام أحلى بإذن الله وتكون أيامنا كلها حلوة هقابلكم إن شاء الله في 2021 في حلقة جديدة من برنامج أيامنا الحلوة